نضم إلينا القيادي في تحالف قيم أحسين النجار أهلا بك معنا في نشرتنا الإخبارية يعني بداية نقمة شعبية واسعة فيما يخص ملف الكهرباء وحجم التساؤلات التي تثار حول الموضوع كيف قرأتم تلك النقمة الشعبية تفضل شكرا حضرتك والتحياتي لمشاهديكم ولكادركم الموقر يعني الملاحظات التي قلت قبل ما أطلعنا على شاشتكم المواطنين البسطاء عبروا عن نقمتهم وغضبهم الشديد بخصوص انقطاع الكهرباء والتظاهرات التي خرجت خلال اليومين الفائتين أمس واليوم في واسط في الديوانية في السماوة في بغداد وكذلك اليوم في ديالة ومحافظة ذيقار تعبر عن عمق الأزمة وشدتها وتطورها ومدياتها التي ستؤدي إلى احتجاجات أكبر وأوسع اللافت أنه مطار النجف الدولي اليوم أيضا اتحدثتوا بالنشرة أنه انقطعت الكهرباء وبالتالي نسأل هل هناك مولدات كهربائية بالمطار يعني حتى يجيبون أمبيرات ويشغلونها المطار هل تحول الدوار الدولة اليوم أيضا إلى انقطاع الكهرباء وبالتالي مطار دولي هذا يعبر عن سياسة سيادة البلد تنقطع بالكهرباء هذا بالحقيقة مشكلة كبيرة للأسف القوى السياسية التي تدعي أنها تمثل المواطنين قوى المحاصص والفساد منظومة المحاصص السياسية هي التي تتحمل المسؤولية وبالتالي لا حل لأزمة الكهرباء إلا أن هذه المنظومة ترحل والتيان بمنظومة تلتفت إلى معاناة المواطنين منظومة تطبق العدالة الاجتماعية طيب أستاذ حسين هنا وزارة الكهرباء عالجت ملف الغاز المورد وعملت على زيادة الانتاج الفعلي إلى جانب تأثر المحطات بارتفاع درجات الحرارة كيف تفسرون ذلك؟ طبعا الموضوع لا يخص قضية الغاز المستورد اليوم إذا نتحدث عن توفير الطاقة الكهرباء أي فإلى مدايات كثيرة وعوامل وتفرعات حتى إذا توفرت الكهرباء لمدة لساعات كثيرة في المناطق السكنية فهي هذا ليس مننا أولا ولا هي الطاقة الكهربائية التي نرجوها الطاقة الكهربائية اليوم مفترض شغل المصانع والمعامل دوار الدولة وغيرها وبالتالي تروح إلى مدايات أبعد حتى توصل إلى قضية البطالة والعطالة هذا الموضوع الموضوع الآخر أنه تتحدث عن ارتهاننا للغاز لا نزال نرتهن للغاز المستورد وبالتالي اليوم العالم يفكر بالطاقة النظيفة طاقة البديلة المراوح الكبيرة الطاقة الضوئية طاقة المياه تتحول إلى كهرباء وغيرها من التفاصيل وهناك المختصين والمعنيين اللي يعدهم الحلول هي المشكلة أنه أكل حلول لكن يعني حتى وإن قلنا أستاذ حسين ارتهان الغاز لجهة معينة أو للجارة إيران كما يذكر لكن هل نسينا أننا نمتلك الغاز العراقي المصاحب لاستخراج النفط هذا جانب هذا جانب أنه قضية الغاز المصاحب لاستخراج النفط وهذر المليارات سنويا هذا جانب الجانب الآخر أنه لحد الآن صرفنا 90 مليار دولار هذه السنة خصصنا الموازنة 19 مليار للكهرباوة 9 مليارات استثمارية حسب القراءات ومثل ما تحدثت لك المختصين يتحدثون عن إمكانية حلول لكن هذه الحلول لماذا لا تنفذ المنظومة السياسية الحاكمة التي أكد لا تمثل شعبها هي المعنية عن هذا الموضوع وبالتالي هناك محاولات وتحدثت أكثر من مرة وطرقوا بأكثر من مرة إلى خسخصة الكهرباء وبالتالي محاولة بيع الكهرباء إلى القطاع الخاص ومن يشتري هذه الكهرباء الفاسدين الذين هم لديهم يد طولة يعني جهات متنفذة طيب أستاذ حسين لديهم يد طولة لدى هذه المؤسسة الطائفية المقيتة أستاذ حسين هل تتوقعون مرحلة جديدة من التصعيد حول الملف وخاصة في محافظات الجنوب التي تتغنى الأحزاب السياسية بانتمائها إلى هناك نعم نحن نذكر تظاهرات 2015 في البصرة عندما سقط الشهيد منتظر الحلفي في تلك التظاهرات والنتيجة التي أدت في ذلك الوقت تتحركت الجماهير فيما بعد إلى مختلف المحافظات الواسط والسماء وغيرها وغيرها اليوم بدأت تتحرك الاحتجاجات ودعونا القوى المدنية والديمقراطية والحركات الاجتماعية دعت الناس إلى مغادرة بيوتها على احتبار أن الكهرباء لا تتوفر بالبيوت والذهاب إلى الشارع لإحتجاجات سلمية معارضة لهذه السلطة هذه الطغم الحاكمة وبالتالي المطالبة بتوفير الكهرباء ومحاسبة من هدر المال العام في قضية الكهرباء الوعود التي تحدثوا بها خلال الفترة الماضية يعني باللأسف لم تأتي أكلها وبالتالي حديث الحكومة لهذه الدورة الانتخابية أيضا هو كسابقات مجرد حلول غير واقعة أو وعود غير واقعية وبالتالي الحراك الاحتجاجي وحده غضب الناس وحده هو من يحل الأزمة ونحذر مرة ثانية أي قوة تحاول أن تتدخل بالاحتجاجات السلمية الشعبية وكذلك محاولة قمعها أو العنف المفرط كما سبق بالاحتجاجات السابقة يعني قاومون هذه الاحتجاجات من خلال العنف المفرط هذا مرفوض وحق الناس بالتظاهر اليوم لربما سيجدون لهم تفسيرات معينة لقمع هكذا تظاهرات تطالبوا بحقوق الشعب قد سلب منه طيب كيف تفسر الإهمال الواضح في ملف الخدمات بصورة عامة يعني بحضور المجالس المحلية أو بعدمها وخاصة أن المحافظات أصبحت مكاتب للأحزاب السياسية بحسب ناشطين طبعا هي قضية تدوير الأزمات ليس بالشيء الجديد وقلنا أن هذه الانتخابات مجالس المحافظات لن تأتي بالشيء الجديد على اعتبار أنه القوة السياسية نفسها التي تسلطت على رقاب الشعب من 2003 وللوقت الحاضر هي نفسها من فصلت قانون الأحزاب على مقاساتها فصلت قانون الانتخابات على مقاساتها وكذلك رتبت موضوعات الانتخابات واليوم القوة السياسية التي فازت بانتخابات مجالس المحافظات هي نفسها نفس السلطة التي تحكم وبالتالي غياب المعارضة وغياب القوة الجماهرية هو الذي يؤدي أنه تستمر هذه السلطة لذلك الحراك الجماهري بمساندة القوة المدنية والديمقراطية والأحزاب التقدمية هي التي تدعم هذه الاحتجاجات سوف تؤدي نوعا ما إلى خلخلة في سلطة المحاصصة الفاسدة يتحدثون عن ميزانية كبيرة ويتحدثون عن مجالس المحافظات يتحدثون عن تقديم حكومة الخدمة الوطنية شبعنا من هذا الموضوع حكومة الشراكة الوطنية حكومة التوافق من 2003 الأمر بيتكم من 2005 ومو 2003 و2007 الأمر بيتكم وإلى اليوم الموازنات والحكومة والسلطات التنفيذية والتشريعية والقضايا كلها بيتكم وبالتالي شعبكم اليوم يعاني شعبكم اليوم يعاني فأي وجه راح تواجهون شعبكم خلال إذا انتفض مرة ثانية ومثل ما قلنا في أكثر من المناسبة أن العوامل ومسببات انتفاض التشرين لا تزال باقية وهذه القوة السياسية لم تدرس والتي قمعتها لم تدرس النتائج لهذه الانتفاضة وبالتالي أزمة الكهرباء اليوم متحلها التصريحات المحسولة أزمة توفير الماء متحلها التصريحات البارحة احترقت مستشفى الشعب غيرها من قبل أيام رفعوا سعر البنزين حصة التنوينية من متوفرة بشكلها الجيد كهرباء عاطلة عن عمل برلمان عاجز عن انتخاب رئيس هذا كله يؤدي إلى أزمات متفاقمة ومثالي اليوم ممكن في أي لحظة أنه تحب انتفاضة جماهيرية ستكنس هذه القوة السياسية الفاسدة نعم القياد في تحالف قيم حسين النجار كنت معنا وعلى الهواء مباشرة شكرا جزيلا لانضمامك إلينا جرد بس دخلنا بشكلها